ايه ابرز القضايا اللي انت مسكتها في الفترة الاخيرة يعني اه اعتقد اهم اهم ملفين كانوا قضية كهرباء وحمد النجاز قضية كهرباء الحمد لله كان لديه دور كبير جدا في عمل الملف هو قضية النجاز وعلى فكر قبل حكم كهرباء بفترة كان في احد البرامج يعني كنت مشيت من النادي وتواصل معي قلت له الرقم اللي هيجلس في حدود لان انت لما بتبني الملفات من النادي ده في القضايا لها طريقة اه من قيمة الولع من قيمة اللعب من قيمة العروض اللي بتجيله من من بتعملي ملف كامل عشان تقداري الرقم اللي تطلبيه بقى طبيعي اه بتبقى لازم يدراسه او حزبه اه يعني فهي تبقى نسبة وتناسب بيتحطي لك رقم بحيث ان اللجان اللي بتدرس الامر وبيتبتك فيه تحتش من تضارب رقم كبير لأ وهي كمان لازم تحط قيمة فعالية وحقيقية للعب عشان يجي مثلا ويضاف لي بقى مثلا نسبة تعويض جراء الخطأ اللي هو او وان هو سابق ولم يكمل عقد لان هو في ده توصيف القضية بذلك اتجربة دي فسخ عقد لسبب غير عادل اوكي اه واحد صحيح منهم الصبح مشي اه طب وليه القضية متويلة ليه القضية يعني الزميلك من اول يوم هو الخصم الاقوى يعني الضلع الاقوى في القضية القضية واخدى تأجيل في تأجيل في تأجيل وكل ما يتقل خلاص لازم اتدفع او اللاعب بتوقف لا ده بالعكس ده هو بيستقنف وهو اللي بيبقى عنده الابرهند ان هو يقدر ما يتعاش اه دي قلت في كلامك كلمة كويسة جدا ان الزميلك هو كان دايما الطرف الاقوى في القضية القضية دي في كل مراحلها كل الاحكام اللي صدرت فيها هو القرارات يعني ما هو فيه قرارات وفيه احكام المحكمة في النهاية قرارات اللجان كلها وحكم المحكمة كلها لصراحة دي الزمالك اه بيتسب فترة ان اللاعب يطلب حيسيات ويستقنف بس التصور المفروض كده احنا وصلنا للاخر في الفترة الاخيرة وخصوصا الست سبع شهور الاخرانيين لان انا مش متطلع على الاوراق فانا مش قادر احكم ايه السبب التأخير ومدى المتابعة والفترة المفروض تعمل من المحامي بتاعنادي الزمالك هل مثلا فيه مثلا لمستحق انه تأخرة هل مش قادر تحط ايدك على السبب ولكن شايف ان الموضوع طول او زاد قوي لانه كان خلاص فيه تواريخ كده بتتقال انه ده خلاص يتدفع يا نو ويتوقف المتالي الطبيعي ان ما تنتهيش السنة اللي احنا فيها دي 23 الاو يكون الامرادة منتهية طب هل تفتكر ينتهي بالتقسيط لان فيه دلوقتي قراء بتقول تمتقصته لللاعب علشان انتو تاخدوا فلوسكو كنادي زمالك واللاعب يقدر يدبر الفلوس توافق على هذا الرأي طب وهو لما لما هيرب من نادي زمالك هو حتى اعتبر نادي زمالك يعني قانونا لا محطش اعتبر طبعا حتى مصلحته اولا يعني يبقى انا مع احترامي يعني اولا السؤال عن التقسيط غير مقبول فكرة التقسيط غير مقبول هيك قصة ده لو انا بتكلم في حاجة تخصني فلوسي يعني انا ليه فلوس عند حد مثلا وعنده ظروف حضر انما دي فلوس نادي مستبع لا يجرؤ حد اصلا ما ينفعش مش مقبول يعني في البعض بيقول لا حنقصت لا مش مقبول اصلا الفكرة بالنسبة لي برا اللي بقى بقى صحنا عندي فيها جزء ده بقى تعب الشخصي فاهماني وكمان لا النادي اتماعني بيها يعني طبعا مفيش ما ينفعش يا جماعة معاسف اللي حالك لما تبقى فلوسك وافق فيها انما لما تبقى فلوس النادي لان اللاعب لما جيه اخد القرار ده بكامل ارطه هو استمر وراح اماكن اخرى واستفاده طب اله هو كتنظرك انه لا انا مش هقصت يعني مستحيل